هل يمكن يا فضلة الامام ان نقبل بوجود من يسمون انفسهم باولياء على الناس هل هناك من هو ينصب نفسه متحدثا رسميا بسم الله ورسوله هل يمكن ان نقبل من يفجر ومن يدعو الى التفجير بانه يتحدث باسم علماء المسلمين هل يمكن ان نخطئ في رؤية الحق والباطل هل يمكن ان نستمر في هذه المرحلة المتداخلة نحن في مرحلة تاريخية نحن في مأزق تاريخي يا فضلة الامام نحن الان في مفرق طرق نحن الان لابد ان نوضح الباطل ونوضح الحق لا تخاف في الله لوم تلائم ولا يجب علينا ان نصمت يجب علينا ان نوضح لانه في هذا الزمان سنحاسب جميعنا راحلون انت ميت وانا ميت وهؤلاء ميتون وسنحاسب ونسأل وتسأل لانك الامام هل قلت لهؤلاء انكم في غي وفي ظلم وفي باطل هل قلتها صراحة في وجوه الناس وعلى رؤوس الاشهاد هل خرج بيان من المؤسسة التي انت رب لها ومسؤول عنها وراع لها لتقول للناس وتصدر بيانا للناس وتقول هذا بيان للناس بان هؤلاء قوم باطل بان هؤلاء قوم فتنة بان هؤلاء دعاة ارهاب بان شوهوا صحيح الدين بان الدين منهم براء ستسأل يا فضيلة الامام ولاني احبك فانني ادعوك ان تخرج لنا ببيان واف ولاني احب الازهر واخاف على الازهر فانني ادعوه ان يتبوأ مكانته ومكانه في قلوب المسلمين ولاني اخشى على هذا الدين من هؤلاء العابثين فانني اقول باننا براء من هؤلاء نحن براء من هؤلاء هؤلاء الذين رفعوا المصحف على اسنة الرماح هؤلاء الذين يتخذون ايات الله هزوا ولاعبا هؤلاء الذين يستخدمون احاديث رسول الله في غير موضعها هؤلاء الذين اذا رأوا منكرا لأحبائهم قابلوه هؤلاء الذين استباحوا الزنا واستباحوا الدعارة واستباحوا المسلية الجنسية واستباحوا اللواط واستباحوا الربا واستباحوا الخمور هؤلاء يقيمون هناك ويقولون هذا خليفتنا هل هذا من الدين اشتركوا في القناة